نحن نجلسة وموضوع الكورونا اليوم معنا موضوع مهم جدا 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 وموضوع حساس اللي هو العلاجات المستخدمة للكورونا اللقاح للفيروس الجديد والقسم الآخر رح يكون برضو مهم جدا لجميع أفراد الأسرة وهو العناية بصحة الأسرة سواء الكبار بالسن أو الأطفال طبعا إذا عندكوا أي أسئلة أو استفسارات حطوها في وإحنا إن شاء الله حنجاوب عليها أول بأول إذا شايفين أنه هذا الموضوع مهم عملوا شير مع أصدقائك وأصحابك لأنه الموضوع فعلا بهم ناس كتير باسمي وباسم زميلي وصديقي السادة محمد التميمي حابين نرحب بالدكتورة يسرى قاسم دكتورة يسرى هي معها دكتورة وخصائية في المناعة والأورام في المستشفى العام في أوتوى وهي من الناشطين في المجتمع المحلي ومن السيدات اللي نفتخر بوجودهم طبعا لا يفتوى مالكم في المدينة اليوم إحنا جايبين دكتورة ومع دكتوراه في علم المناعة فإن شاء الله تفيدنا اليوم بقدر المستطاع أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا فيك دكتور وأهلا بالجميع أهلا دكتورة يعطيك العافية وبنشكرك على حضورك وتفاعلك معنا وتجاوبك كان رائع وحقيقة هذا اللي إحنا بنتوقعه وبنتمع فيه بالنسبة لكل إخوان العرب المختصين والخبراء حنبدأ إحنا ب ب بحقيقة وضع المرض الآن يعني يعني إحنا بنسمع كثير الآن طبعا طبعا أكيد أنت متابعة الميديا ومتابعة الأخبار اللي بتطلع وأكيد أوجعك كثير المعلومات المغلوطة والخاطئة والتشويش اللي بصير على الناس لدرجة أنه إحنا وصلنا لمرحلة مش عارفين الصح من الخطأ بخار الماء بيقتل الفيروس ينسون والحامض والتوم بطهر الحلق وبريح الرئتين المناعة بتقوى بأشكال مختلفة يعني منها ما يذكر ومنها ما لا يذكر يعني صار في فوضى في المعلومات حول هذا الأمر فحقيقة محتاجين نعرف لأي درجة لأي درجة هذه المعلومات أنت شفتيها تؤثر على الجو العام وتعيق حتى موضوع العلاج وتعيق حتى استجابة الناس للحقائق ومقاومة المرض قبل ما نبدأ في موضوع العلاج وموضوع جاهزين للعلاج أو العلاج موجود أو لا فضل المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية المعلومات المقدمة من الوебسايت كندا هذول معلومات رصينة في معلومات كمان اللي دا نستلمها اللي هي مثل ما حضرتك تفضلت أنه الأبخرة والثوم والبصل وغيرها من المعلومات اللي تقوي المناعة واللي للعلاجات وغيرها هاي المعلومات الرجاء من الجميع هي استخدام المواقع الرصينة المعتمدة اللي هي الثلاث مواقع اللي تحدثت عنها سابقا المنظمة الصحة العالمية Health Canada وال Local Public Health هذول المعلومات مانتهم وافية وكافية أنه لجميع السيناريوهات اللي من الممكن أن يتعرض إلها أما المعلومات البقية اللي هي عبر السوشيال ميديا لحد يعتمدها الأبخرة والبصل والثوم لحد يعتمدها لأنه صح هاي الوصفات ما الجدتي وجدتك يمكن لكن لكن الحقيقة العلمية ما لها أي صحة فالرجاء العدم الوثوق بكل المعلومات اللي تجي طيب دكتورة تعريج على موضوع المعلومات اللي بتوصلنا حندخل شوي في موضوع العلاج وموضوع التعامل مع المرض احنا طبعا ضمن الشائعات اللي طلعات وضمن الكلام اللي طلع انه في علاج طلع وفي والآن صار في دول بتقدم العلاج هذا وفي دول شغالة على العلاج وطبعا في ناس خلص دبروا حالهم وطلعوا العلاج وشافوا المرضى وأنهوا مشكلتهم بشكل يعني كل هذا الكلام جزء من الشائعات الآن هل فعلا بشكل عام هل عالميا صار في وصول لعلاج معين هل ايش الفرق لما بنحكي عن أنه إحنا وصلنا إلى علاج أو وصلنا إلى علاج بس ما وصلناش لفاكسين أنه إحنا إذا نوصل الآن لعلاج ممكن نوصل لعلاج سريعا لكن فاكسين مطولين عشان نوصل للفاكسين هذا القصة يعني حابين نفهمها بشكل مبسط ونعرف إحنا عالميا وين وصلين وكنديا هل كندا إلها تجارب في الموضوع هذا شغل حالها في موضوع العلاج والفاكسين أم لا كندا تستنى حد يعمل وبعدين تشتري منه الدواء شكرا سؤالك العلاجات الكوفيد ناينتين أو الكورونا اللي كلنا نعرفها هسا الفايروس هذا جديد اكتشف بالألفين وتساطعش لسا ما في أي علاج اللي نقدر نقول أنه هو موجود فقط لهذا الفايروس الناس دايستخدمون أو سمعوا بعلاجات اللي هي جارية تجريبيا يعني بما معناه أنه الدول فرنسا كندا أمريكا تقريبا كل دول العالم الصين اليابان كل دولة حاولت أنه تستخدم العلاجات اللي هي تجريبية خل نقول اللي بلشوا بيها الصين بلشوا بمضاد مع الفايروسات المضاد مع الفايروسات اكتشفوا أنه مدى يأثر بالطريقة اللي المرجوة من من تأثير الفرنسا بلشوا باستخدام الانتيبوديز اللي هي المضادات الأجسام الانتيجين كمان لسه النتائج ما موضحة وما مبينة ما مدروسة بشكل كامل العلاجات التجريبية هسه اللي موجودة واحدة من العلاجات اللي العالم تسارعت وأمنوا نفسهم مثل ما قلت اللي هو الكلوروكوين فهو علاج أساساً مضاد للملاريا المضاد مع الملاريا استخدموه فرنسا أول ما بلشت على عشرين شخص العشرين شخص غير كافي أنه نقول أنه هذا العلاج صحيح و رح ينفع لهذا الفايروس العلاجات اعتيادي أو المرحلة التجريبية للعلاجات تكون أول شي على كميات غيرة من الناس اللي هي عشرين شخص وبعدين بيستمروا على مئة شخص و كمان بعد مئة شخص من ما يعطوا العلاج ما يقولون أنه هذا العلاج أكيداً رح يؤثر على هالمرض يعطوا لأكثر من خمسمية إلى ألف شخص بعد الألف شخص في مباحثات للدول كلياتها يدرسون أنه هل صحيح نقدر أنه هذا العلاج نعتبر العلاج وافي لهذا المرض يقدرون أنه يقولون يس من ضمن هذه الأنظمة هي الـ FDA من ضمن ها هنا الـ FX Board هاي كليتها لسه ما أجريت لكون أنه السباق الزمني الحاجات التطريبية هي مع سباق زمني مع هالفيروس هذا ومع الانتقال مالته سرعة الانتقال مالته اللي نريد نوصل أنه هاي العجاجات التجريبية ما ممكن التأكيد أنه تشتغل يعني يعني الناس اللي تسارعوا واخذوا الـ Hydrochloroquine وراحوا واشتروا احتمال أنه ما يشتغل مو هذا العلاج إلى مضار مثل ما إلى فوائد الـ Hydrochloroquine إلى ظواهر جانبية اللي هي إحنا ما نريد أنه العالم كلياتها تتأذى الكبد الوظائف هاي كليتها تتأثر بأخذ العلاجات بطريقة غير مجربة فالوقاية من هالعوارض الجانبية لازم الواحد يحطها في باله يعني فهذه أنه ديت سارعون لأخذ هالعلاجات كماني مش خطوة صحيحة اللي هي مبنية على شائعات يعني طبعا يعني هو المختصر أنهم جلسين يدرسوا فيها إلى الآن فما في أي قرار نهائي ما في أي قرار نهائي اللي اللي سمعنا من الدول لما طلعوا وحجوا على يعني يتكلموا أنه دي حاولون حطوا الموافقة ليستخدام هاي العلاجات تجريبيا يعني بعدهم يجربوها على المرضى وليس تأكيدا أو للعلاج ليس لأفراض علاجية طيب دكتورة بس لو بعد إذنك تعملي أو توضح للمشاهدين الفرق بين العلاج واللقاح أو الفاكسين لأنه في خبص بين للموضوعين اللقاح وللقاية وليس للعلاج يعني من الممكن أنه أتوقع من مرض معين باستخدام لقاح لحد الآن للكورونا ما في أي لقاح وحتى يكون في لقاح للكورونا بنا لسه فت سنة سنة ونص يعني لتكوين لقاح بينما يصرر ويقولون أنه هذا اللقاح صحيح وموجود للكورونا فلحد يتأمل بي حاليا لحد يقول أنه عندنا لقاح لأنه هذه كمان شائعة نرجو من الناس أنه تبتعد عن هالها الشائعة فاللقاح غير العلاج من هذا المنبر دكتورا بدنا نوضح أنه للأسف في ناس نصابين عم بيستغلوا موضوع الكورونا وبيجوا على بيوت الناس بيحكوا أنه إحنا شركة كندية ومعهم باج ومعهم هذا واكتشفنا اللقاح وبعطوهم إبرة بخمسمية دولار وستمية دولار الرجاء عدم السماح لأي أحد بإعطاء دواء حبة أو دواء أو علاج باسم الكورونا لأنه لا يوجد رسميا أي علاج ولا يوجد أي لقاح للوقاية من الكورونا حتى اللقاح للفلونزا لأنه في عالم كثير أخذوا لقاح الفلونزا لقاح الفلونزا أثبت أنه غير واقي للكورونا بيروس يعني بما معناه أنه اللي أخذ لقاح الفلونزا مو شرط أنه مرح ينصاب بالكورونا هاي في سؤال الأستاذ محمد اللي هو موضوع كندا أنا اسمعت أنه ساسكاتشوان يونيفرسي شغالين على اللقاح هل في معلومات عن أوتوى وفي اشي تعني والله هي كندا على العموم تشتغل على لقاحات وعلى التستينج هاي اللي أعرفها علاجات يعني داي يهتمون أكثر باللقاحات والتستينج من العلاجات حالية طيب دكتورة يعني الكلام هذا طبعا هو يخوف نحن ما عندنا العلاج ولا في طبعا واللقاح بده سنة ونص طيب إذا اليوم إحنا بناخد علاج معنا ذلك إحنا مش آمنين ما فيش عمنا لقاح فحنظل عرضة لهذا المرض لحد سنة ونص على الأقل في أحسن الاحتمالات اللي موجودة يعني فهل الفهم هذا صحيح والشيء التاني الآن إذا واحد مرض أصاب مرض كيف بيتم التعامل معه طبعا بنحكي عن واحد عنده أعراض الكورونا بشكل واضح تم الاتصال فيه طبعا نحن نعرف أنه الحالات البسيطة بحكوله أعزل نفسك في منزلك لكن الحالات الصعبة بده يروح يروح على مكان صحي مستشفى أو جهة اللي تم العناية فيه أو لا بعرفش أنت حد توضحينا الكلام هذا فكيف نحطهم في بالنا المريض اللي هو مدى يظهر أي أعراض اللي هو أو الأعراض خفيفة اللي هي مجرد أنه عنده شوية سخونية شوية برد مثل أعراض البرد العادية اللي دن نقوله أنه بس أعزل حالك عن بقية العيلة و دائما تخسير اليدين لا تحتك بالعالم هاي اللي موجود اللي عنده أعراض في كندا المفروض أنه يتوجه إلى المختصين الاتصال بالمستشفى قبل الذهاب إلى المستشفى لأنه المستشفى اللي رح تقوله أنه رح توجه بالضبط وين يروح وش وكت من الممكن أنه يجي وإذا الأعراض مستوجبة أنه يجي ولا للمستشفى لما يوصل للمستشفى رح يتم أخذ العناية الرعاية الطبية رح تقدم من قبل الأطباء المختصين الأطباء المختصين أساسا رح يعالجو العلاجات اللي هي موجودة هنا اللي هي تجريبية مثل ما قلنا لكن سيكون تحت رعاية طبية يعني بما معناه أنه إذا ظهرت أي عوارض جانبية لهذه العلاجات الكادر الطبي ملم بكيف التصرف بهذه العلاجات مو بالضرورة رح تكون العلاج اللي هو الموسوم اللي هو الهايدروكلوروكوين من الممكن أنه تكون علاجات أخرى حسب الحالة المرضية للشخص في أمراض لا يمكن أنه يعتر هيدروكلوروكوين معها لأنه من الممكن أنه يسبب بأضرار طيب نحن عندنا ما شاء الله اليوم في تفاعل كبير وأسئلة ما شاء الله من كتير ناس في سؤال من الأخ جهاد يقول لك هل صحيح الفيروس تطور لينتقل عبر الهواء بعدما كان ينتقل فقط من ملامسة الأسطح هو من الأول هو ينتقل عن طريق الهواء الفيروس اللي يدخل للرئة بما معناه أنه منتشر بالهواء من الممكن أنه الشخص اللي يكح الجزيئات اللي اللي تطلع مع القحة تكون حاملة لهذا الفيروس يستنشقها شخص ثاني خلص يصاب هذا الشخص فهي نركز على أنه هو بالهواء وعلى الأسطح هذه الجزيئات من الممكن أنه تركن على الأسطح بعد فترة معينة وهي الأسطح تسبب المرضى الملامسة الأسطح تسبب المرضى طبعا عندي سؤال دكتور هل بنتقل من منطقة لمنطقة عبر الهواء يعني ممكن الريح تأخذه مثلا من نحكي من وينزر لديترويد ولا فقط في المنطقة المحيطة بالمكان يعني ما بنتقل منطقة المحيطة بالمكان يعني بدو فيزم ما في خوف ما في خوف أي يعني دكتور بس دكتور موضوع أنه موجود في الهواء وما بيستقر يعني بيضل مستقر في الهواء وما بينزل على الأرض كنا نسمع أنه بعوامل جاذبية لأنه فايروس كبير فبالتالي ما بيستقر في الهواء وبينزل على الأسطح الآن إحنا بنسمع أنه بيستقر في الهواء لا وبيضل موجود في الهواء. يعني أنا اليوم إذا بطلع خارج المنزل والمكان هذا مر منه واحد مصاب بكورونا هذا معناه أنه أنا عرضه أني أنا أستنشق أستنشق الهواء وبالتالي يصيبني المرض يصيبني الفيروس على سبيل المثال دا نتمشى طالعين أشخاص دا يتمشون دا يستغلون البارح الجو كان كثير حلو طلعوا مسموع من ناس دا تتمشى على نفس الرصيف واحد حامل لفيروس الكورونا عطس بعده بدقيقتين أنا مرقت من نفس المكان عم أمشي بطريقي أنا عرضه على أنه أستنشق الهواء اللي حامل للفيروس كم المدة الزمنية ما بين عطسة الأخ هذا وتأثيره على الجو بشكل مستمر هاي والله يعني ما أعرف أعتقد فيه دراسات كتير على الموضوع أنا يمكن قرأت في الموضوع هذا المشكلة أنه طريقة استفزاز هذا الفيروس للخروج عشان يقدروا يصيبوا المدة صار فيه عليها نقاش علمي في بعضهم يعني الاستفزاز الغير طبيعي للفيروس أحيانا لا لا يعني أنه الإنسان اللي بعتص طبيعيا القوة الرذاذ هذا بيكون نفس اللي بستفز فبرضو استخدموا بعض الأجهزة أو السبريز وهاي قوة ضغطها بتختلف فهي بتختلف فصار عليها نقاش كتير ناس حكوا 15 دقيقة ناس حكوا دقائق لا تزيد عن 5 في عالمي حكت أنه أربع ساعات طبعا فيه كتير علماء حاولوا يوقفوا هاي النظرية لأنه هي استفزت الفيروس أو عملية العطس مخبريا فكان فيه ردود فعل واستخدمت بخخات يعني مش إنسان فكانت حتى مسافة الفيروس أو مسافة الانتقال طبعا الرذاذ أكتر من 2 متر زي ما بيحكوا فأعتقد أنه هذه عليها نقاشات كثيرة في معنى سؤال ثاني دكتورة من عزام بيحكي إذا أصيب شخص وشفي هل منا ممكن معاودة الإصابة مرة أخرى والله اللي حد الآن الأبحاث اللي ذاتي جينا من الصين لأنه هما يعني المرض بلش أبوهان فالأبحاث كلية العلمية ذاتي جينا غالبها من الصين لحد الآن ما ذكروا أنه في حالات لإعادة الإصابة فما نعرف يعني لسه مش عارفين هذا فيروس جديد طبعا هو حتى في سؤال ثاني من جهاد عادة بيصير عند الإنسان أسام مضادة فمفروض أنه ما يمرض بنفس الفيروس صحة للا دكتورة المفترض بس مثل ما قلت أنه هذا فيروس جديد فما نعرف بالضبط شان رح يكون التصرف للجسم الإنسان لهذا الفيروس الجديد هل أنه رح نولد أجسام مضادة أتصور أنه بالصين هسا بلشوا أنه يساوون اختبارات للأجسام المضادة الـ IgM والـ IgG بس حتى يشوفون أنه هل الناس بلشت أجسامهم تبني المناعة ضد هذا الفيروس ولا لا ولي حد الآن النتائج مثل ما قلت لسه ما مناشة روعة يعني طيب في برضو أعتقد من أشرف نفسي يكثر عن انتقال أنه Airborne هو مش Airborne يا جماعة بدهم توضيح هل هناك أدلة علمية على انتقال الفيروس بهذا الطريقة أنه يعني الانتقال مش Airborne يعني بما معناه أنه هو مش مش بالهوى مش رح نلاقيه بالهوى إذا إذا الشخص إذا ما في تعرض لعطسة أو لكحة شخص مصعب أو حامل للمرض مش رح نلاقيه بالهوى المثلا اللي موجود بالبيت إذا ما في عندنا مصعبين أو حاملين للفيروس طيب أنا معلش دكتورة أدخل في الموضوع هذا لأنه أنا أعتقد أنه فاهم شو الكنفيوجين عند الناس الو والسي دي عملوا قبل أسبوع أو أربع خمس أيام مقالة وكتبوا أنه الأطباء والنيرس لازم يأخذوا Airborne Percautions مع التعامل مع هذا الفيروس وهذا اللي سوى الموضوع عند الناس هي ريكمنديشن للأطباء والممرضات اللي بيشتغلوا في القطاع الطبي أنه يكون مور لأنه شو اللي بيسير يا جماعة الأطباء والممرضات عادة بدخلوا مثلا أنابيب للتهوية في التم فهذا ممكن يستفز العطس أو الفيروس يطلع فبسير ساعتها كتير هو قريب على الطبيب أو الممرضة فهون صارت الـ CDC و الـ WHO ما بعرف إذا الدكتورة تحب تزيد عالموضوع يعني أنه العطاس أو الكحة اللي بعد إزالة الأنبوب حتى لا يأثر على أو يحمي هذا الكيس الكادر الطبي اللي حواليه في سؤال من أخ وثمان هل ممكن للكادر الطبي أن يطالب الحكومة بإغلاق الدولة يمكن للتحكم بالدشار المرض هي الدولة أساسا يعني مغلقة حاليا شبه مغلقة خلنقول يبقى كل واحد مسؤوليته الكادر الطبي لا يحكم الكادر الطبي هو كادر خدمي بهي شي حالة اللي هي موجود لخدمة الشعب طبعا هما أبطال لأنه موجودين بالمستشفى وذي يتعرضون للحالة اللي من الممكن أنه الكادر الطبي تضغط على الحكومة بي هو أو تضغط على إدارة مستشفى هي أنه توفير الوقاية للكادر الطبي ومن الممكن أنه تأثر على أنه يعني الـ أنه الأشخاص مثلا اللي ما حاجة أنه يكونون بالمستشفى لا يتواجدون بالمستشفى زيارات ما زيارات هذه كليتها لا يتواجدون بما معناه أنه قاعدة عدم وجود زائرين بالمستشفى حاليا آخر سؤال من الجمهور عشان نعطي الأخرام بيحكي هل هناك بدائل للكحول والصابون كوسائل للتعقيم من هذا الفيروس أنه ممكن أن نشهد نقص لهذه المواد قريبا تخسيل اليدين هو أحسن وسيلة التعقيم إحنا ما نريد أنه التعقيم يكون زياد عن اللزوم يعني بما معناه أنه وجود القاصر أو استخدام الكلور بالتعقيم الرجاء الابتعاد عنه كمان لأنه الكلور بتنتج إذا اختلط مع أشياء أخرى بتنتج من عنده أبخيرة وهاي الأبخيرة من الممكن أنه تكون سامة فالأفضل شيء هو بس استخدام المي والصابون يعني نعم طيب دكتورة شوي بدنا ناخد النقاش بزاوية أبعد شوي داخلية لداخل المنزل اليوم طبعا إحنا نعرف أنه في وباء بمعنى كلمة وباء وكلمة وباء لما تنحكها بعرف شيء حتى اللفظة نفسها بتوجع الراس فلما بنحكي عن وباء بدنا ننفعل ناخد أهلنا نجمعهم وبعدين في حجر وبعدين نتكلم عن احتمال يكون في حضر واحتمال يكون في تشديد في الخروج حنجمع أهلنا ونجمع المنزل كله الأسرة كاملة ونبدأ نعطي تعليمات نسكر الأبواب كأننا موجودين جميعا في سجن هذا الوضع بتشوفيه صحي بتشوفي فيه طريقة للتعامل مختلفة عن اللي إحنا يتهيئ لنا كيف نتعامل مع الأسرة في في موضوع الوباء هذا كيف نخبرهم كيف نحكي معهم كيف نتصرف كيف نعمل إحنا أحيانا بجوز نحس حالنا وخاصة في بعض المناطق ممنوع يخرج من المنزل فبحس حاله مسجون بين أربع جدران مش هيعرف يتحرك كيف شايف هذا الجانب طبعا تأثيرات العزلة أو خلنا نقول الجلوس بالبيت وعدم الخروج بره هاي كليتها تختلف تأثيراتها من شخص لشخص ففي ناس اللي تتحمل الجلوس بالبيت وتحب الجلوس بالبيت في ناس اللي ما تتحمل تعتبرها هاي في حالة ضغط عصبي في حالة قلق هذا القلق بالضغط العصبي من جراء الاستماع للتلفزيون والأخبار ودائما كل حتى حتى لما نريد نفتح على التواصل الاجتماعي بنلاقي انه التواصل الاجتماعي كله موجود كورونا وكورونا هاي اللي اللي يصير هو انه نحاول انه نبتعد يعني جو الاسرة من خلي بوضع ضغط عصبي كله يسمع بس عن أخبار الكورونا وانما المحاولة اللي بتدعاد عن هالموضوع بما معناه لا ضير انه نقرأ شيء او نتبرج على فيلم او مسلسل من الممكن انه يبعث شوية امل شوية ضحك بالجو العائلي الاخبار هي هي مش رح تتغير اعملوا انتو اللي عليكم بطريقة صحية حتى حاولوا انه تخلوا الوضع العائلي صحي وليس مهموم حتى الاطفال يعني الكبار عادة او الاهل بدهم يسمعوا الاخبار من الصبح للمساء غير مراعين انه وجود طفل مثلا جالس دا يسمع هالاخبار ودا يتشبع بيها هذه مشكلة يعني لازم انه ننتبه عليها انه مش من الصبح للمساء من الممكن انه تخصص لك ساعة للاخبار هذه بس بعد ذلك انه تستمر الحياة الاكسرسايز يعني ممارسة الرياضة بالمنزل مش خلط المساعدة الزوجي ساعد زوجته مش خلط سامع انا سامع والله سامع المهم دا ما تسمع انا سامع انا سامع مشكلة مشكلة اني سامع طبعا فضل دكتور لا احنا بنحكي مع بعض كلام رجالة يعني بفض فضلي بفض فضلي فهاي مش غلط هذه الامور حتى مشاركة بالطبخ مشاركة الاولاد بامور المطبخ بامور البيت بامور اللعب مشغلط انه الاهل يلعبوا مع اولادهم باشياء من الممكن انه الليجو المكعبات الرسم الغناء حاولوا انه ترفهون عن بالجو العائلي انه ما يكون دائما متوتر ودا يتكلم عن قضية واحدة اللي هي قضية الكورونا حتى لا يخط جو معصب وضغط عصبي وهذا يرفع جهاز المناعة اصلا اكيد القلق واحدة من الامور اللي تنقص من مناعة الجسم هاي مثبت علميا مية مية فلازم فلازم انه نركز اكثر يعني يمكن عدم القلق او مكافحة حالة القلق ترفع المناعة اكثر من الثوم والبصل اللي حكوا عنها صحيح طبعا انا باسمكو جميعا انضمت اننا الان الاستاذة عبير لبابنا هي مستشارة في السلوك والاضطراب الاضطرابات النمائية والتوحد راح شاركنا الان في الحوار لانه الموضوع يقترب كتير اهلا وسهلا فيك استاذ عبير اهلا فيكم اهلا وسهلا في الجميع تخصصها يعني الاطفال وما الاطفال فنتوقع انه يكون لها مداخلات رائعة مهمة في الموضوع مسائل خير جميعا شكرا لكم شكرا لخورصة اهلا وسهلا دكتور يسرا يعطيك الف عافي معلومات جدا جدا قيمة وفعلا وضحت كتير معلومات انا شخصيا قديش حاول اقرأ عن موضوع حسين حالي موضوع الفرق بين اللقاح والعلاج للمشاهدين انه للاطفال يعني من الضروري انه الواحد يحكي معهم بهذا الموضوع يفهم يفهم شو المخاوف اللي اللي نابعة منها من موضوع الكورونا والعزل الصحري دائما اشركوا الاطفال بالحديث انه شو رأيك انت شو بتشوف الموضوع اولا لبناء شخصية الطفل وثانيا حتى يكون هو جزء من هال بيئة هذه مو يحس بروحه انه هو بس مسيطر عليه انه الاهل هم اللي مسيطرين وخلاص لا هو الو شخص طب استاذ عبي ايش بتتوقع الان الطفل بنتظر منا يعني احنا عادين بنحكي من موقع اب وام او موقع شخص كبير انت يعني لو احنا بدنا نحكي ندرس سيكولوجية الطفل ايش الطفل هذا بتوقع منا احنا كاهل نقوم فيه خلال هالأيام وضع كتير صعب الوضع زي ما تفضلت انت وزي ما تفضلت الدكتورة مهم جدا جدا اشراك الطفل واخذوا في عين الاعتبار بالفترة الحالية الطفل نحنا احنا ككبار والعالم كله عم بمرء بتجربة بالتاريخ البشري عمرها ما صارت فالوضع مخيف الجميع شاعر بخوف وفي شغلنا تغير صورنا في البيت مش عارفين نطلع مش عارفين التعقيم والخوف حتى من النفس زي ما تفضلت الدكتورة يسرى نحنا مش عارفين نطلع اولادنا لما بيطلبونا يطلعوا يلعبوا منقولهم ما في داعي نطلع ممكن حدا يكون مارئ من المكان هذا هاي كلها معلومات مخيفة بالنسبة الولد نحنا كبار ومش قادرين نسيطر على مخاوفنا الانجزاية كتير صارت مرتفعة الكلاينت صار هلأ اشوف اهليهم في جلسات لانه الاهالي الانجزاية كتير عالية وعم بيجين كتير اسئلة انه طيب اوكي هلأ نحنا خايفين كيف بدنا نتعامل اول شي خوفك هذا بينتقل بشكل مباشر لابنك هذا اول نقطة لازم تعرفها اذا الولد اذا الطفل ونحنا عم نحكي ولا زال في عمر الطفولي يعني منقدر نحكيها والمراهقة اذا حسب انك انت خايف هو رح يخاف فاول شيء لازم انت تفكر فيه انعكاس خوفك على جو البيت اذا انت خايف ومرعوب وشأ وبتشعر بهذا الشيء ابنك رح يشعر فيه زي المقياس رح يكون عم يتطلع بكل حركة ما نحكي لك انه ما تخاف كلنا رح نكون خايفين بهذا الوقت ولكن كيف نسلطر على خوفنا كيف اننا نحاول انه نحتوي وما يظهر علينا قدام اطفالنا زي ما تفضلت الدكتورة مهم كتير انه اخذ المعلومات من الاماكل موثوقة ما اخذ معلومات مما هبه او السوشال ميديا او هذا المواضيع مفروض اننا نحاول نخلق سبورت سيستم مفروض نحاول نخلق فريق دعم الاهل الاصدقاء المجتمع اقرب ناس نحاول اننا نخلق فريق دعم لإلنا عشان نقدر اننا نواجه مخاوفنا وما تنعكس على اطفالنا ندير باننا على صحتنا الجسدية مهم جدا زي ما قالت الدكتورة صحيح نكون وهاي النقطة اللي حضرتك سألتني عليها لما قلت اللي بالنسبة للاطفال نكون صادقين مع اطفالنا ما نخب ما نخب بالوضع ما نحاول انغلفه بشكل بسيط او بشكل زي كأنه قصة وممكن هتمر او لا نكون وافقين من كلامنا بمعلوماتنا الصحيحة ونكون بنفس الوقت صادقين ونحن بنحكي معهم وكل واحد على هو عمره الطريقة اللي بدي احكي فيها مع واحد عمره طفل عمره سنتين وثلاث سنوات خمس سنوات غير عن اللي بيحكي عشر سنوات ممكن اني انا اوضح له المعلومات اكتر اللي اطناعش واربعتعشر سنة ممكن اني اوضح له المعلومات اكتر من اهم الاسئلة اللي ممكن ابنك يشعر فيها ممكن يقول لك انا مش عدم الشعور بالامان هل انا امن هل انت امن كام هل ابوي بامان هل جدي وجدتي بامان مهم جدا جدا انه اهم شي هل انت في امان لازم نشعر انه هو في امان طب دكتور يسر نبدأ سؤال يمكن يكون مباشر لتخصصك اللي هو جهاز المناعة والاطفال والشباب طبعا احنا نسمع الان هذا كله والمشاكل اللي او الحال النفسية اللي عم بمر فيها اكيد رح تأثر على جهاز المناعة تباهم يعني سؤال مباشر لتخصصك كيف احنا ممكن نحكي معهم قسم جهاز المناعة عند الاطفال الابتحاد عن المشاركة من الممكن انه قسم معاملة الاطفال لقسمين الاطفال اللي هما بالسن اللي هما المدرسي الابتدائية والمتوسطة خلنا نقول هذور مشاركتهم تعليمهم وتفيهمهم انه شو هو هذا الفيروس شو المخاطر منه ليش مش عم نزور مثلا الاهل ليش مش عم نطلع وهو شنو رأي الاطفال نفسهم الاستماع لهم شو مخاوفهم من عنده هاي كلياتها مهمة بالنسبة لل المراهقين في عنا نقطة جداً جداً مهمة انه لازم بالاضافة الى الشرح لانه هم قادرين على انه يبحثوا بنفسهم عن طريق الانترنت وهال الاشياء انه تنبيهم عن الشائعات والمواقع الغير رصينة والاخبار الشائعة بالغير بالسوشيال ميديا او بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى ذلك التركيز على انه المراهقين السموكينج والفيبي يعني الصغارة الالكترونية الصغارة الالكترونية والصغارة العادية الرجاء التركيز على المراهقين على عدم الاستخدام هاي الوسيلتين التدخين يا جماعة حتى لو سيجارة الالكترونية مش جيدة وده تعطي هذا الفيروس ده يأثر على هذه الفئة العمرية بسبب انه عندهم سابقة تدخين الرجاء تنبيه المراهقين وبطريقة جدا سلمية عدم استخدام الوسائل للضغط كأن تكون الصراخ بوجههم او النهي وانما المناقشة تفهيمهم شنو العوارض اللي من الطبية اللي من الممكن انه يتعرضوا لها اذا اتوافق التدخين مع هذا الفيروس التنبيه على عدم استخدام المكياجات المشاركة بالمكياجات مثلا بالنسبة للبنات المشاركة بال دكتورة عبير نعم أستاذ محمد صوتك راح مش عارف ليش الفيبينج هل ضرره زي الدخان ام اكثر في موضوع خاصة عند اليوث الفيبينج ضرر اكثر الفيبينج لحاله الضرر على الرئة يعني معروفة واثبتت علميا ولذلك الصحة وزارة الصحة والهيئات الصحية كلهياتها عملت بلوك للفيبينج لكن مع الكورونا متوقعين بأنه الشباب التأثير تبع الفيبينج مع الكورونا رح يكون لسه اكثر ولذلك ده نشوف انه حالات الاصابة عند الشباب اللي كان كانوا يستخدمون السيجارة الالكترونية الاعداد مالتهم ده تتزايد اوه فالأهال أنا سمعت انه فيه اصابات في الشباب اكبر منها من الكبار من الكبار بالعمر نعم وهذا مشكلة هاي هاي مشكلة خاصة التأثير النفسي التأثير الصحي على الرئة لأنه الفيبينج يعني يعني بيأثر ديلكت على الرئة وهي والفيروس هو نفسه الهجوم منطقة الهجوم هو الرئة للفيروس شكرا سيد محمد تفضل طيب أنا بس بدي أسأل أستاذ عبير نرجع للأطفال الآن لو كان في عدة أنواع الصوت عام بيقطع الصوت بيقطع أستاذ محمد بشكل واضح اختلاف في الأسرة للأسف يا أستاذ محمد أنا لم أسمع السؤال الصوتي بيش مسموع صوتك عم بيقطع ياريت لو تعيد السؤال لو سمعت طيب صوت هيك مسموع نعم نعم أسرة الآن لو أنا في عندي عدة أنواع من الأطفال في عندي طفل صعب توضيح إلو بشكل واضح بلغة واضحة عمر يسمح في هذا أمر وشاف في تغير في الأسرة صار في تغير في التعامل في اختلاف وفي نوع تاني لا مبالي يعني بتخبريه وتحكي لك العجائب حول هذا المرض وشو ممكن يصيبه أو يأثر على الأسرة ككل أو يأثر على كبار السن اللي بعيشوا معه وهو لا مبالي في الأمر أو أنه نوع ثالث بيسمع من السوشال ميديا أشياء مرعبة ووصل لدرجة الرعب لدرجة أنه أنت لا تستطيع السيطرة عليه كشخص وحدك لأنه خلاص تدفق المعلومات اللي بتوصلوا مرعب جدا بالنسبة له ثلاث أنواع هذول ممكن نواجههم في الأسرة كيف ممكن التعامل مع الثلاث أنواع السؤال الأخير مكمل هل في مؤسسات أو جمعيات في كندا تساعد الأسرة على حماية هذا الطفل ومساعدة الأسرة للتعامل مع الأطفال بالأنواع هذه المختلفة هذا السؤال جدا جدا مهم هلأ زي ما حكينا كل طفل أو كل فرد في العائلة له طريق التعامل معينة وطريق التوصيل للمعلومات مختلفة فمثلا الأطفال لما يكون عمر من ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات هذول الأطفال ممكن نستخدمهم عن طريق القصص عن طريق شيء نسميه نحن ممكن نعمل قصة والقصة هذه ممكن نحط فيها الصور مناسبة وإحنا نضيف عليها المعلومات اللي نحن بدنا نوصلها للطفل بهاي الطريقة ممكن أوصله المعلومة ممكن يكون عندي اللي أكبر سنن منه ممكن أفهمه الموضوع من غير بصور بسيطة بقصص بأخبار بسيطة لما بيجي عندي طفل أو مراهق وأغلب الوقت منواجه هذا الموضوع مع المراهقين اللي هو أنه أنتوا عم بتكبروا بالموضوع وهو أصلا بطبيعة المراهق بهذا العمر هو متمرد على الواقع اللي هو فيه فهذا جزء من هذا التمرد ممكن يكون هذا الموضوع بجلب الانتباه لإله لأنه بهذا العمر هم بيحبوا أنهم ياخدوا الانتباه والاهتمام فممكن هذا الوقت يكون إله فرصة لإله أو هذا الوقت أنا ممكن أبين فيه أكتر أو أنه الشباب اللي هو الأكبر أو الأطفال اللي ممكن يصير عندهم انجزاية كتير عالية اللي ممكن نفكر نشوف كل حدا شو الطريقة المناسبة لإله فإذا كان هذا الطفل أو الشب اللي متمرد هل هو بده اهتمام أكتر ممكن يكون إحنا نفكر أنه هو متمرد أو هو ما بده يسمع المعلومات ولكن هو خايف ومش عارف يظهر خوفه مش عارف يبين كيف أنا كيف أتعامل مع الموقف هذا الكلام أكتر زي ما حكيت أعطي وقت أكبر لإله نحن عم نقضي وقت طويل جدا على السوشال ميديا ومش عم نقضي وقت مناسب مع أطفالنا هذه فرصتنا بأنه نيجي ونفتح حوار مع أولادنا نعرف من أي مصدر هو ماخذ من الأشياء اللي جدا مهمة لما بدي أنا أعلم أو أوصل معلومة عن الوضع الكوبيد ناينتين أو الابندم اللي نحن فيه أني آجي أسأل الأولاد شو أنت عارف عن الموضوع شو اللي بتعرفه ممكن المعلومات اللي عنده متكونش كافية من وين سمعت هاي المعلومات بدي أعرف مصادر المعلومات اللي ابني عم ياخدها من وين ممكن تكون مصادره من أماكن تقول له تسناتا بيك ديل ما تكبر راسك هذا مش قصة كبيرة ممكن يكون مصادر المعلومات أصحابه ممكن أنه ما يكونش مقدر الخوف أو القلق أو المشكلة ماعطيها حجمها كل ما أنا حكيت معه أكتر كل ما أشعرته بالأمان بخليه يقدر يفتح قلبه أكتر وبيخليه يعطيني ثقة أكتر هذه جدا جدا مهمة مش بس لهذا الوضع لأنه نحن عم نبني ثقة لبعدين مع ابننا إذا قدرت إني أنا أحتوي بالوضع اللي نحن فيه هلا بقدر أنا أعرف وين مصادره اللي بياخد من هالمعلومات شو القلق شو الأشياء اللي مقلقة لإله بالوقت الحاضر بالنسبة للفئة الثالثة اللي هي وهذه فئة جدا عم بواجهها هلا فئة الأطفال أو أو العائلات اللي نسبة الإنزاية كتير صارت عالي هلا وهذه مشكلة كبيرة مع الوضع هذا برجع بحكي وين المعلومات اللي ماخدينها نحن يا جماعة عم نقضي وقت طويل جدا جدا على السوشال ميديا وعم بيصير علينا من المعلومات اللي 99% منها غير صحيحة ومخيفة ومرعبة لازم نقنن نقنن المعلومات اللي بناخدها ونحدد مصدر أو مصدرين من المعلومات اللي نقدر ناخد منهم معلومات سليمة ونحاول نفتح هذا الموضوع مع مع أولادنا إذا الإنزاية عنده كثير عالية وين المعلومات اللي بتاخدها وين غربلها معهم اللي حكت معلومات حكت عنها الدكتورة بري كلير يا صدقتي الآن دكتورة يسرى السؤال إنه إحنا بنفسيتنا لأنه عم نتعامل مع هذا كم من المعلومات الحال النفسية صارت عنا معظم الأهالي صارت الحالة النفسية عندهم مكتئبة فهل هذا التأثير ممكن نشوفه أو ممكن ما نشوفه عند الأطفال فهون السؤال إذا ما يعني أنا مثلا ابني ما بيبين عليه فهل في تأثير نفسي عليه أم أنا خلاص لأن مدام هو قاعد وراها الكمبيوتر ورا الآيباد والإكس بوكس هل هو بخير؟ إذا قاعد ورا الآيباد والإكس بوكس والوسائل الإلكترونية ليس بخير يعني الرجاء الملاحظة أنه الطفل تعبير عن الاكتئاب أو القلق يختلف عن الكبير العمر هاي المرحلة جدا حرجة بالنسبة للأطفال عدم منع الأطفال من أنه رؤية أصدقائهم يعني معناه أنه إذا ديريتون يستعملون الوسائل الإلكترونية تشجيعهم على أنه رؤية أصدقائهم سواء على السكايب أو فيستايم حتى يقولون مرحبا كيفكم يطمئنون واحد على الثاني تشجيع هل شي مش معناه أنه يقضوا النهار كله على الإلكترونيات لا محاولة يعني وجود أشياء أو البحث عن أشياء تلهيهم اللي هي بالنسبة للأطفال الأعمار الصغيرة الألعاب الفكرية كأن تكون بناية مكعبات أو الألعاب الرسم الوجود إبداعات بالنسبة للطفل بالنسبة للمراهقين محاولة إبعادهم عن الإلكترونيات ضرورية مشاركتهم بالمنزل بالجو العائلي تشجيعهم على الخروج من الغرفة دائماً المراهق يحاول أنه يبقى بالغرفة وينعزر عدم تشجيع على العزال يطلع لبرا مع الأهل حاولوا أنه توجدون أفكار حتى للحديث مع الأطفال خليهم يعبرون عن ما بدواخلهم الاستماع لهم عدم نهرهم وخلص بنبحث مرة ثانية عن هل أو بنحكي بغير وقت لا هذا أفضل وقت الآن هو الاستماع لهم معلش أنا هون في لأخت لنا أهلا وسهلا فيك لأخت صفاء برضو أهلا وسهلا لأخت هنا أهلا وسهلا أخونا محمد علي شرفنا حياك الله في سؤال للكم الاثنين من الأستاذ رامي استراتيجية الإقران في التعليم بما معناه أنه الأخ الكبير يعلم الأصغر حيث الأصغار يميلون إلى تلقي المعلومات من بعضهم البعض أكثر من تلقيها من البالغين شو رأيك دكتورة دكتورة يسرق والله هو يعني مش اختصاصي أنا التعليم يمكن يمكن أستاذ عبير تقدر أنه تقدم أكثر مني بهال شي مش غلط أنه الاستعانة بالأخ الكبير لأنه هذا رح يقدم روابط رح يقوي الروابط بين الأخوة المسؤولين بالنسبة للكبير عن صغير ما رأي أستاذ عبير بالموضوع أنا معك هذا موضوع جدا مهم وهذا الوقت مناسب جدا بأنه تقوي هذه العلاقات الأسرية هاي النقطة بتدخل بباب الموضلينج أنك نكون الأخ الكبير لما بيكون موضل أو مثال للصغير بيكون سهل كتير أنه يتعلم منه هذا جزء من استراتيجيات التي يجب أن نستخدمها فكرة أنه إذا بدنا نحن نكون موضل لأولادنا بأنه نكون أقل قلقا إحنا نكون موضل لأولادنا لما منلعب ومنقضي ومنقضي وقت مثلا وقتنا يكون مفيد أنه يكون موضل لما بيجي الأخ الكبير أو الأخت وتساعد في تعليم الأخ الأصغر فكرة الموضل هذه جدا جدا مهمة وفيد كثير يعني هذه وقتها تخيل أنه نحن في وقت لازم نتطلع له كوقت كفرصة ذهبية وما نضيعه من بين إيدينا مش رح تيجينا هذه الفرصة مرة أخرى إن شاء الله ما تيجينا مرة أخرى بأنه نصير معتمدين على بعض نرجع شوية للوضع القديم بأنه نكون معتمدين شوية على بعض وشايفين بعض في البيت ونساعد بعض أكتر هذه يمكن تدخل عليها أكتر نظام المونتسوري المونتسوري بيشتغل على فكرة التعلم بشكل طبيعي والتعلم من مدل أكبر مش من المعلم والمعلم أو الأبو بيكون جزء من الاستشارة فقط ولكن الأكبر بالعمر بيساعد الأصغر أنا عندي سؤال للأستاذ عبير الآن إحنا الوضع الحالي الكل عماله بينصح الأهل أنه تقربوا من أولادكم تكلموا معهم إلعبوا معهم إشغلوا وقتهم بإعملوا معهم اللي فاتكم في الفترات الماضية لكن حقيقة أنا بشوف أنه الموضوع هذا بيعمل شيء معاكس بالمقابل كيف الأب كان متعود أنه برا والولد كان فيه عالمه والبنت كان لها عالمها عايشينه مبسوطين فيه صاروا بنينه عبر سنوات إجا الظرف بدأ الأب يصحى ويستفيق وبدأ بده كل الأولاد يجوا عنده طول الوقت هو فعليا أحيانا بتحسي أنه الأب صار أو الأم أو الأب بالذات صار أناني هو مش هدفه أنه يعتني بالأولاد هدفه أنه يملي فراغه اللي صار جديد عنده فهذا صار يربك الأولاد وصار يشعرهم أنه صار تختير عليهم وصار المنزل صار بالإسم لهم السجن صار جحيم وحقيقة صار يشعروا بالسجن إحنا منعرف أنه آفة موجودة في البيوت موجودة في البيوت والأولاد كل واحد يأخذ في اللابتوب يأما معه الآيباد يأما معه الموبايل وهذه موجودة عبر سنوات الآن أنا بجي بحكي لأبني أترك هذا الكلام كله من إيدك تعال لعندي أنا بدي أعمل لك برنامج جديد أنا من اليوم بدي تلعب الرياضة معي أنا اليوم لازم ألعبك مش عارف إيه أحكي معك مش عارف بإيه يعني الجو صار بالني أسبيله كئيب بزيادة فزيادة التوصيات هذه مع للأباء إنه كيف أنا أأخذ أولادي وأشغلهم وخايف عليهم عارفة زي الدب اللي بيخطاف على ابنه وبالأخير بخنجه نعم عليه بخنجه كلامك كلامك سليم 100% وهذا للأسف لما مناخذ المعلومات التوصيات من غير من غير تعليمات يعني أنا عم بعطيك معلومة أو بعطيك توصيات بإنه أجلس مع ابنك ألعب مع ابنك أعود مع زوجتك أعود مع هلأ بكت تعملوا رياضة هلأ بكت تعملوا هذا الحكي كله من غير ما أعطيك وسيلة وطرق لأنك تنفذ هذا الشيء أنا زي اللي حطيتك في مكان في بحر وإنت ما بتسبح ما عمرك قلتلك روح اسبح ما رح تعرف تسبح إذا أنا ما عطيتك تواشات الأول وعلمتك شوية حركات وشوية شوية شوية لحتى ما قدر تسبح بنفسك وهذا الشيء بالضبط اللي بنحاول نقول للأهالي أغلب الأهالي للأسف اللي صار صار بسرعة رهيبة جدا وهذا الشيء اللي خلى الناس ما عندها وقت تاخد نفس وتفكر اللي صار خلال يوم يومين سكروا البلاد كلها والناس انحبست في البيوت الآباء زي ما تفضلت أول مرة بيشوفوا أولادهم في بعض أزواج أول مرة بيشوفوا بعض يعني عمالهم بتعرفوا على بعض من أول وجديد مشان هيك بقول خدوا وقت خدوا نفس أنا هلأ عم بحكي لكل الناس خد نفس اهدى وخد نفس اهدي وخدي نفس وخدي وبي بيشنت كوني صبورة شوي الموضوع هذا ما رح يجي بيوم وليلة الموضوع هذا بدك تاخد وقت وتفكر كيف أنا بدي أوصل لأولادي كيف أنا ممكن إني أساعد أولادي يتخطوا هذه المرحلة أو يتخطوا فكرة الإلكترونيك أو هلأ بشكل عام ما بتقدر تيجي بيوم وليلة يتعبوا معك رياضة فجأة إذا أنت عمرك ما لعبت معهم أو إنك الأم تحاول هلأ تخلي بناتها يساعدوها بشغل البيت وهم عمرهم ما ساعدوها ما بينفعوا بيوم وليلة الموضوع بيجي بالتدريج أول شي أنا بس بنصح في العائلات اللي بنتجؤولي بالوقت الحاضر لما هادي كلها جزء من الإنكزايتي بايداوي هادي كلها جزء من القلق اللي العائلة بتعيشهم فكيف بدها ينفس عن هذا القلق بإنهم يتفسشوا ببعض يفكروا إنهم يلاقوا نتيجة أول شي بحكي لهم إياه اخلقوا روتين مهم جدا جدا نخلق روتين جديد للوضع الجديد اللي نحن في نحن بنيو نورم هلأ وضع جديد ويمكن يمد معنا أسابيع أشهر ما بنعرف قد إنت وشعور اللامعلوم شعور بخوف شعور الأنون هذا شعور بخوف وبيرفع الإنجزاية عنا كيف أنا بدي أواجه بدي يكون عندي معدات بدي يكون عندي طولز أول شي لازم أخلق جدول أخلق روتين جديد إذا كنت الصبح أنا بصحى وبطلع على شغلي وما أظنيش نايم سهران طول الليل وأنام طول النهار وأصحى عند العصر شيء من الروتين في العائلة ونبلش هاي الأمور اللي أنت تفضلت فيها بشكل بسيط يعني أنا بنصح الأهل أنه يصير فيه اتفاق بينهم وبين الأولاد إلعب معي عشر دقايق رياضة وروح إلعب ساعة بالكمبيوتر وهو أنت لازم تخلق عنده تحسس بالشيء اللي هو مش عارفه هو ما بيعرفش قديش حلو أنه يقضي معك وقت أنت نفسك ما بتعرف قديش حلو أنه يقضي معك وقت الأم وكيف عمرك ما حكيت مع أولادك أو الأم عمرها ما حكيت مع بناتها كيف بدها تشعرهم بأنه هذا الشيء إيجابي إذا ما أعطتهم إياها بنسب قليلة حتى يجربوها يدوقوها يدوقوها نحن أول ما بدك تدوق طعم شيء طيب تأخذ لقم منه بتدوقو وشوية شوية تعجبك وتكمل فيه فلازم نذوقهم هذا الموضوع بالتدريج ونحاول أننا ندخل أول إش الرياضة مثلا بعد هيك موفي مع بعض بعد هيك نتمش شوي مع بعض بعد هيك ندخل موضوع نحكي فيه العائلة كلها ما بينفع أنا أجي وأطلب كل هذا التغيير بيوم وبيوم أصلا نحن مش بظروف طبيعية نحن بظروف نحن بظروف صعبة فلازم برضو نتفهم أنه الأولادنا عم بمروا بظروف نفسية صعبة ولكن هم ما عندهم القدرة أنهم يستوعبوها أو يترجموها لحكي لحتى ما نشعرهم صراحة يعني أنا اليوم مصلتني نقطة جميلة أنه فيه ولد قاعد بدرس بحكي لأبو بقول لبابا ليش أنا بدرس ما العالم حينتهي وحنموت كنا فأبو رد عليه بطريقة جميلة قال له عشان ما تموت غبي طبعا إحنا الوقت عم بأخذنا وأنا شايف في تفاعل كبير من الناس وعم بسألوا عن موضوع الأطفال والأستاذ عبير مستشارة في موضوع الأطفال اللي عندهم اضطرابات النفسية والتوحد وهذا موضوع أصلا سيأخذ مننا ساعات فبدنا منك وعد دكتورة إحنا بكرة عندنا حلقة عن الجمعيات والأماكن العبادة وشو دورها في المجتمع بس بعد بكرة إحنا فاضين هل بنقدر نأخذ منك وعد ساعة زمان من وقتك أنا في الخدمة أنا بأي وقت أنا في الخدمة في هذا الوقت إحنا لازم نكون مع بعض وندعم بعض كمجتمع فأنا بالخدمة إن شاء الله من رتب ومنكون عيلايث بإذن الله يوم الاثنين شكرا شكرا إذن بإسمكم جميعا أشكر طبعا إحنا عارفين في أسئلة كتير وما قدرنا نجاوب عليها هنخلي هاي الأسئلة هنكتبها وإن شاء الله هنحكي عنها في حلقة يوم الاثنين بذكركم أنه في غدا حلقة إن شاء الله عن موضوع دور الجمعيات والمؤسسات المجتمعية ودور العبادة في الأزمة الحالية سيكون معنا ضيفين عزيزين على قلوبنا مش هنعطيكم الأسماء عشان تكون سوربرايز تمورو وبعد بكرة إن شاء الله الأستاذ عبير هتكون معنا في موضوع اللي عنده أسئلة عن مواضيع الأطفال اللي عندها توحد ومتوحد لأنه هذا تخصصها فأكيد الفرط الحركة والأمور هاي كلها إن شاء الله رح تساعدها تساعدنا في الإجابة عليها بإسمي وبالنيابة حابب أشكر الدكتورة يسرى قاسم اللي كانت معنا وعطتنا معلومات يعني أول مرة بنسمعها خاصة كيف التعامل مع الشباب والحالات والعلاج واللقاح والفرق بينهم وطرق الوقاية الأستاذ عبير لباب نم برضو عطتنا معلومات جميلة جدا لكن حنستمر مع الأستاذ عبير فهو فراقهم إلى لقاء إن شاء الله بعرفش إذا عندكو آخر إشي كلمة بتحبو تختموا فيها أستاذ محمد إذا عندك أي شي أنا وخلينا نحكي مع السعيدات ليدس فيرست ليدس فيرست ليدس فيرست أستاذ دكتورة تفضل لدكتورة والله مشكورين على كل الجهود اللي تقدموها ويعني سواء أنت سواء أستاذ محمد أستاذ عبير تشرفنا باللقاء هذا الله يكلمك شكرا جزيلا والله على كل المعلومات اللي قدمتيها كباني الله يكلمك لا شوق لليوم الاثنين لحلقة يوم الاثنين الله يكلمك شكرا شكرا جزيلا للكم فعلا مجهود رائع أنا جدا بتشرف أني أكون معاكم وتشرفت معلومات جدا قيمة دكتورة يعطيك ألف عافية شكرا دكتور جمال شكرا أستاذ محمد وأنا في الخدمة يوم الاثنين إن شاء الله لقاءنا ممكن نحكي عن الانجزيتي عند الكبار وعند الأطفال وكيف التعامل معها وممكن نحكي عن التعامل مع أطفالنا بالذات أطفال التوحد والأي دي اتش دي فرط الحركة مع الضغط في البيت هلأ أنا عارف إنه الأهالي وضعهم صعب فأنا أنا في الخدمة في أي أسئلة جهزوها إن شاء الله يوم الاثنين من يجاوب عنها أنا بدي أشكر الجميع بشكرك دكتورة يسرى بشكرك أستاذ عبير وبأكد كمان مرة إنه إحنا لقاءاتنا وتواصلنا هذا المستمر اسمها اسمها سوشال بيديا واسمها تواصل اجتماعي إحنا منحب نتواصل مع بعضنا البعض فأفضل شيء نتواصل فيه من خلال معارفنا إحنا وما نعرفه نقدمه للآخر تبادل المعارف هذه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أهم شيء إنه هذا التواصل يؤدي إلى هذه التعارف والتعارف هذا بالتأكيد رح يؤدي إلى إنتاج شيء عظيم جدا ما بيننا مجتمعنا هيكون قوي إذا إحنا جميعا كنا وعبعدنا البعض الاستجابة صراحة اللي منشوفها من الأصدقاء والإخوة اللي موجودين معنا في المجتمع العربي استجابة رائعة جدا لذلك كل اللي كانوا يتذمروا من المجتمع العربي أنا بنصحهم يعيدوا مواقفهم ويعيدوا تفكيرهم ويحسوا إنه بجزء المشكلة تكون عنده هو مش المشكلة في المجتمع محتاج إنه يعيد تفكيره أنا بشكركم جدا وبشكركم على هذا اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة